اشتركوا في القناة تؤكد ان التمسك بالاخلاق سبب بقاء واستقرار المجتمعات والامم وكذا تقدمها وازدهارها فالامم تضعف اذا ما تراجعت فيها الاخلاق وتهاوت فيها القيم والمبادئ والفضيلة لعلنا نحن الامة العربية في العقود الاخيرة قد لاحظنا تدهور خطير في المبادئ والقيم العربية الاصيلة والتي كنا نتميز بها عن غيرنا من الامم فقد شهدنا في مصر نحن كمصريين على سبيل المثال للحصر شهدنا الكثير من مظاهر الانفلات الاخلاق فمن منا لم يسمع عن اب يقتل اولاده واب ينهي حياة والده او والدته واخ يتب شقيقه وزوجة تقتل زوجها بمعاونة عشيقها وطلاب يعتدون على مدرسيهم وجرائم التحرش والاختصاب التي باتت ضيفا ثقيلا على حياتنا نهيك عن جرائم الفساد الكبرى منها والصغرى والتي تطفح لنا من حين لاخر على الصفح بروائح هدمتنا ولا يكاد احد في مجتمعنا لا يشكو من ارتفاع معدلات السرقة والقتل والرشوة وعقوق الوالدين وانحضار لغة الخطاب ورواج الالفاظ البديئة وانحرافات السلوك والزوق العام وغيرها من المظاهر الأخرى التي أسكرت الأخلاق في دوامة الفوضى والتي أحيانا يسميها البعض الموقضين في الفوضى الخلاقة فما ياترى أسباب هذه الحالة من الترد الخلقي وكيف يمكن إنقاذ المجتمع من هذا الخطر فهل ما نعانيه اليوم هو نتاج رواسب حقبة طويلة مضب أظهرت الوجه الأخلاق المظلم بالشارع المصري أم هي انعكاس لغياب المؤسسات التعليمية والتربوية والدينية والتنشئة الأسرية السليمة والتأثير السيء لوسائل الإعلام والسوشيال ميديا والسينما أكثر التئات المتأثرين بهذا الأمر هم الشباب والمرأرقين وأيضا الأطفال فتجد في تعاملهم حتى مع بعضهم البعض قلة احترام وألفاظ خارجة وتفاهات ومفردات منحطة وجارحة وعدم تقدير لمن حولهم لا في الشارع ولا في المواصلات ولا حتى داخل جامعتهم أو مدارسهم أو ورش عملهم كذلك تعاملهم مع من هم أكبر منهم سنا فحد ولا حرض فلا حياء ولا احترام ولا توفير للكبير استشهد أحد المواطنين بموقف حدث معه منذ بضعة أيام أثناء تلقيه العلاق في أحد المستشفيات حيث دخل معه أحد المراهقين في مشادة كلامية كادت أن تتطور لشجار حقيقي لو لا تدخل البعض تهدئة الأمور وذلك بسبب طابور الانتظار على الرغم من أنه يعاني من إعاقة في قدمه إلا أنها لم تشفع له عند هذا الشارع وعرب مواطن آخر وهو صاحب محيل عصير عن استياءه من حالة التدهور الأخلاق في الشارع أمامه وفي المجتمع بصفة عامة وأكد أن غياب دور الأسرة في تربية الأبناء عامل مهم في الحراف سلوكهم مما يتوتب عليهم انتشار حالات التحرش والجرائم المختلفة وعدم اجتزام بالنظام والقوانين وغيرها من مظاهر الحراف فتجد في الأسرة انشغال دائم للأب من أجل توفير لقمة العيش لأسرته في ظل الظروف المعاشية الصعبة والغلاء الفاحش بالأسعار في حين أن دخل المواطن محدود للغاية ولا يتناسب مع هذا الغلاء وبالتالي فهو مضطر لترك أولاده والتوجه للعمل لفترات إضافية لسد احتياجات أسرته فيغيب عن البيت أغلب ساعات اليوم فلا يجد الأبناء من يعتني بهم ويربيهم على المبادئ والقيم ولا من يحسبهم إنهم أخطأوا فعلى الرغم من وجود الأم إلا أن دور الأرض يبقى رمانة الميزان في اتزان التربية والانضباط والحزم مع الأولاد في البلد وكشف هذا المواطن أن حالة تدني الأخلاق هي تبعيات مشكلة اجتماعية منذ ما يزيد عن سلاسين عاما زرع فيها مظاهر الفساد والانحلال للأخلاق فيهن أكد مواطن آخر وهم كبار السن وصاحب متجر لمواد غزائية وضعا مقارنة بين الوقت الحاضر والماضي قائلا إنه مع مرور الزمن تقل الأخلاقيات والتمسك بالعداد والتقاليد العريقة ففي الماضي كانت تسود حالة من الحب والمودة بين الناس بعيدا عن الصراعات والمشاكل التي نشاهدها اليوم ومع ذلك تظل المناطق الريفية والصعيد محتفظة إلى حد بعيد بهذه القيم والأخلاقيات وأكد أن السلوكيات السيئة التي يقوم بها بعض شباب هذا الجيل لا تتوافق مع الأخلاق المصرية الأصيلة التي تميز بها المصريين عن غيرهم من أصالة وشهامة ومحبة بين الناس وضاف أحد المواطنين ويعمل في إحدى الشركات الخاصة أن تأثير المسلسلات الضرامية والأفلام التي تحتوي على مشاهد الحلال أخلاقي ومواد بديئة على أخلاق وسلوكيات الأطفال والشباب سواء الأولاد منهم أو البنات لأنهم يتقلدون بتلك المشاهد ويقلدونها في تصرفاتهم مع بعضهم من بعض وحتى مع غيرهم أيضا وهذه هي الكارثة وطالب هذا المواطن بضرورة وجود رقابة مشددة ونزيهة على مثل هذه الأعمال الفنية لأنها سموم مدمرة يتم مدسها داخل منازل المواطنين وأضاف أن الخطر الآخر يتمثل في شبكة الإنترنت التي تعتبر أيضا عامل أساسي في تدمير سلوكيات وقيم المجتمعات فحين أكدت إحدى أساتذة الجامعات وهو الخصصة في علم الاجتماع بجامعة عين شمس أنه يجب الاعتراف بوجود انفلات أخلاق في المجتمع وهو من القضايا الهامة التي يجب معالجتها وتضمن هذا التدهور الأخلاق العديد من الصور والأشكال منها بالتأكيد انهيار الزوك العام وشددت على أن ظهور الانفلات الأخلاقي جاء بسبب عدة محاور أولها الأسرة حيث ينشغل الأب والأم بالعمل لأوقات إضافية وخاصة الأب لتلبية مطالب العيش الأساسية من مأكل ومشرق والتي أصبحت باهرة للتكاليف في السنوات الأخيرة وبالتالي يكون ذلك على حساب تربية الأبناء حيث يهملان في تربية أبنائهما مما يترتب عليه نتائج عكسية وأولها نشأ جيل غير واعي بالأداب العامة والسلوكيات المجتمعية المسلأ والمحور الثاني الذي يمثل خطورة كبيرة أيضا هو السوشيال ميديا وما تحويها من لغة مبتزلة ومواد هابطة والتي أكاد يؤمنها النشأ الصغير حتى جيل الشباب بالإضافة إلى الأعمال السينمائية والدرامية التي غاب عنها الاحترام وأصبحت تعرض مواد مبتزلة متدنية لتحصل على إراد وعائدات أعلى على حساب المبادئ والقيم فهي تساعد على مشر المجون والخلاعة وأحيانا للعدوانية والقط تحت شعار نقل الواقع على عكس ما كانت عليهم تلك الأعمال السينمائية والدرامية في الماضي فالمجتمع سمين الشباب يتأثرون بما يشاهدونه دون وجود القدوة والمسل الأعلى الذي يحتزى به فتدهور الأخلاق وضياع القيام والمبادئ له نتائج وخيمة وكارثية على مستقبل الوطن حيث أنه يتسبب بطريقة مباشرة وغير مباشرة في عرقلة مسيرة التنمية والبناء وتأخر الوطن عن رقب التقدم والرقي واللحاق بالأمم الناهضة في زماننا هذا بل هو أخطر على الوطن من الإرهاب وأخيرا نتوجه لحضراتكم بسؤال ما هو الحل هذه الأزمة والآفة الخطيرة التي تهدد مجتمعاتنا العربية جميعها ترجمة نانسي قنقر